السلام عليكم و مرحبا بكم أخوتي لا تنسوا اشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس و ديروا النجاة من الله فيديو ربي يحفظكم إن شاء الله أجمعت بونك عمومية و خاصة على النتائج الحسنة التي حققتها الصرف الإسلامية في ظرف سنتين من اعتمادها في الجزائر بصفة رسمية حيث تم جمع مدخرة تفوق 5000 مليار سنتيم و إقرار تسهيلات في الإجراءات و إعفاءات في الرسوم عبر قوانين مالية و تكميلية سهمت في خوض تكلفتها نسبيا الشروع في تمويل الزبائن بقرار شراء السيارات أعلن مسؤول هذه البلوك عن توجه الصرف الإسلامية بدنة من السنة المقبلة نحو تعمويل مشاريع الاستثمار العمومية الخاصة بدرجة الأولى واستحداث هكالات مستقلة بدل الشبابيك لضمان عزل هذا النوع من التعاملات رغبة منها في الفصل بين الأموال الكلاسيكية و الإسلامية مع الشروع في تمويل شراء السيارات الجديدة تمويل يصل إلى 85% وفق السيارة مطابقة للشريعة بعد عودة عملية التصنيع و التركيب في الجزائر حيث تصل نسبة تمويل اقتناء السيارات المصنعة محليا 85% من قيمة السيارة و تستثنى المركبات المستورادة بحسب ما أوراده مختصون فإن وفق هذا التمويل فإن الزابون سيكون ملزم بدفع نحو 60 مليون على أن يكمل الباغ بالتقصيد و هذا بالنسبة للسيارات المتوسطة قرض حلال بصيغة الصرفة الإسلامية و على هامش المنتدى الجزائر لتمويل إسلامي بنسخته السابع المنظم الأربعاء بفندق الأوراسي تحت شعار تمويل إسلامي رافع للتنمية في الجزائر مستقبل بطموحات كبيرة كشف صفيان مازاري رئيس قسم الصرفة الإسلامية بالقرض الشعب الجزائري عن بلوغ تمويل الإسلامي اليوم بعد سنتين من إطلاقه مداخرات تصل 50 مليار دينار منها 16 مليار دينار أحرزها القرض الشعب الجزائري وحده معلنا أن هذا الأخير يحصل اليوم موجود 26 ألف حساب للإدخال الإسلامي في حين أكد أن 49% من زبائن البنوك يفضلون التعاملات الإسلامية وضح أن الأرقام محققة لحد اليوم مشجعة وتبعث على التفاعل وطمئن بالتحذر لإقرار السوقوك الإسلامية قريباً وهو المشروع المنتظر من طرف الجزائريين حيث تم إحراز قفزة هامة في الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية إذ يفترض اعتمادها رسمياً في السوق المالية بمجرد صدور النصوص المؤطرة للسوقوك التي ستكون عبر تعديل القانون التجاري كما كشف المتحدث عن توجه البنوك بداية من سنة 2023 وفق مختلف سياغ الصرفة الإسلامية لتمويل الاستثمار وعدم الاكتفاء بالتركيز على الإدخار وعلى المنتجات الاستهلاكية مع السعي إلى فتح وكالات مستقلة للصرفة بدل الشبابيك في البنوك لضمان استقلاليات المال الإسلامي عبره عن السياغ الكلاسيكية الأخرى مصرف السلام سيارات بقرود حلال في السياق أعلن مازاري عن عودة تمويل السيارات وفق سيارة مطابقة للشريعة تزامناً مع التحذر لإطلاق سيارات صنعة في الجزائر وفقاً لما سبق وأن أعلنته وزارة الصناعة حيث سيتم اقتناء السيارات من المصانع مباشرة ويعادت بيعها للزبائن مقابلها مش ربح معين وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس المدير العملي مصري في السهنام ناصر حيدر حيث أكد أن العملية اليوم تقتصر على الدراجات النارية وتجهيزة الكهرباء منزلية إلى أنها ستشمل قريباً بعد عودة تركيب سيارات صنعة في الجزائر من جهتها أكدت مديرة الصرف الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري أميناء ثامنية أن تمويلات سيارات لدى البنك التي تمثله ستصل 85% من قيمة المركبة في حين شددت على أن البنك الوطني الجزائري يحتل صدارة البنوك التي حققت على النتائج في التمويل المطابق للشريعة من جانبه تدخل رئيس الخدمات الإسلامية على مستوى بنك ABC الجزائر سامير رزاق هي تشدد على أهمية استحداث وكالات مستقلة للصرف الإسلامية لاستعادة ثقة الزبائن خلال المرحلة المقبلة في حين ثمن النجاح الذي حققه بنك ABC في مجال الصرف الإسلامية في الجزائر والمتواجد في السوق الوطني منذ عشرين سنة رغم عدم وجود إطار قانوني للخدمات الإسلامية إلى غاية سنة 2020 مشهداً بالنتائج محقرة عبر منتج البراق انتظر ويجب ان اشتركوا معنا في قناة اشتركوا معنا في قناة انتظرrate ونقام نفعد احد اليساب ربي حافظكم بإنستقاد السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي لا تنسوا اشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس ديروا النجاة من الله فيديو ربي يحفظكم إن شاء الله أجمعات بلوك حمومية وخاصة على النتائج الحسنة التي حققتها الصرف الإسلامية في ظرف سنتين من اعتمادها في الجزائر بصفة رسمية حيث تم جمع مدخرة تفوق 5000 مليار سنتيم وإقرار تسهيلات في الإجراءات وعفاءات في الرسوم عبر قوانين مالية والتكملية سهمت في خوض تكلفتها نسبيا الشرع في تمويل الزبائن بقرار شراء السيارات أعلن مسؤول هذه البلوك عن توجه الصرف الإسلامية بدنة من السنة المقبلة نحو تعمويل مشاريع الاستثمار العمومية والخاصة بالدرجة الأولى واستحداث هكالات مستقلة بدل الشبابيك لضمان عزل هذا النوع من التعاملات رغبة منها في الفصل بين الأموال الكلاسيكية والإسلامية مع الشروع في تمويل شراء السيارات الجديدة تمويل يصل إلى 85% وفق سيارة مطابقة للشريعة بعد عودة عملية التصنيع والتركيب في الجزائر حيث تصل نسبة تمويل اقتناء السيارات المصنعة محليا 85% من قيمة السيارة وتستثنى العملية المركبات المستوردة بحسب ما أولاده مختصون فإن وفق هذا التمويل فإن الزابون سيكون ملزم بدفع نحو 60 مليون على أن يكمل الباغ بالتقسيد وهذا بنسبة للسيارات المتوسطة قرض حلال بصيغة الصرفة الإسلامية وعلى هامش المنتدى الجزائر لتمويل إسلامي بنسخته السابع المنظم الأربعاء بفندق الأوراسي تحت شعار تمويل إسلامي رافع للتنمية في الجزائر مستقبل بطموحات كبيرة كشافة صفيان مازاري رئيس قسم الصرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري عن بلوغ تمويل إسلامي اليوم بعد سنتين من إطلاقه مداخرات تصل 50 مليار دينار منها 16 مليار دينار أحرزها القرض الشعبي الجزائري وحده معلنا أن هذا الأخير يحصي اليوم موجود 26 ألف حساب للإدخال الإسلامي في حين أكد أن 40% من زبائن البنوك يفضلون التعاملات الإسلامية وضحا أن الأرقام محققة لحد اليوم مشجعة وتبعث على التفاؤل وطمئن بالتحذر لإقرار الصوكوك الإسلامي قريبا وهو المشروع المنتظر من طرف الجزائريين حيث تم إحراز قفزة هامة في الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية إذ يفترض اعتمادها رسميا في السوق المالية بمجرد صدور النصوص المؤطرة للصوكوك والتي ستكون عبر تعديل القانون التجاري كما كشف المتحدث عن توجه البنوك بداية المنسانة 2023 وفق مختلف سياق الصرفة الإسلامية لتمويل الاستثمار وعدم الاكتفاء بالتركيز على الإدخار وعلى المنتجات الاستهلاكية مع السعي إلى فتح وكالات مستقلة للصرفة بدل الشبابيك في البنوك لضمان استقلاليات المال الإسلامي عبره عن السياق الكلاسيكية الأخرى مصرف السلام سيارات بقرود حلال في السياق أعلن مزاري عن عودة تمويل السيارات وفق سياق مطابقة للشارعة تزامنا مع التحذر لإطلاق سيارات صنعة في الجزائر وفقا لما سبق وأن أعلنته وزارة صناعة حيث سيتم اقتناء السيارات من المصانع مباشرة وعادت بيعها للزبائن مقابلها مش ربح معين وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر حيث أكد أن العملية اليوم تقتصر على الدراجات النارية وتجهيزة الكاهرون منزلية إلا أنها ستشمل قريبا بعد عودة تركيب سيارات صنعة في الجزائر من جهتها أكدت مديرة الصرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائرية منها ثامنية أن تمويلات سيارات لدى البنك التي تمثلها ستصل 85% من قيمة المركبة في حين شددت على أن البنك الوطني الجزائري يحتل صدارة البنوك